مؤشرات عدة تدل بوضوح على أن سودان ما زالت تابعاً لإيران هكذا افتتح محهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تقريره بشأن سياسية رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني في الشهر الثالث من توليه السلطة حيث أكد التقرير أنه يسير على خطى من سبقه من الحكومات المحهد الأمريكي أوضح أن سوداني يحاول منع تدهور علاقته مع واشنطن مع الالتزام بتلبية المطالب التي وصفها بالشرهة لشركائه من الأحزاب والميليشيات المدعومين من إيران لافتاً إلى أن سوداني قام كأسلافه باسترضاء واشنطن مع وضع بغداد بهدوء إلى جانب طهران ولسيماً أنه وصل إلى منصبه عبر دعم من حلفاء إيران المنخرطين ضمن الإطار التنسيقي الذي باتت قواها المشكلة له على السعداد لتقبل الوجود الأمريكي على الرغم من صخبهم الكلامي الداعي لخروج قوات التحالف الدولي من العراق كمطلب لما يعرف بمحور الممانعة قبول ورضا قال المحهد إن ثمنه سيكون نيلهم مناصب حكومية يمنحها لهم السوداني مع مزايا مالية كبيرة يشير فائض الموازن أمكانية توظيف 300 ألف شخص ستكون للميليشيات حصة فيها السوداني وعقب مطالبته ببقاء القوات الأمريكية في العراق لأجل غير مسمى خلال تصريح لصحيفة وولد ستريت جورنال عاد وخلال لقاء مع قناة فرانس 24 وفي مناورة منه قال فيها إن العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية بل بحاجة إلى ما سماه التعاون مع قوات التحالف الدولي وأمريكا تحديد مجالات التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعلومات للتأكد من عدم قدرة داعش والخلال الإرهابية في تهديد وزعزعة الأمن سواء كان في العراق أو في دول المنطقة والعالم المحاد اختتم تقريره بالقول أن أكثر ما يهم السوداني اليوم هو إحباط أي محاولة لإجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تعيد خصمه الصدر إلى المشهد السياسي رغم أخفاقه في محاربة الفساد ومواجهة أزمة انخفاض قيمة الدينار والتهريب العملة بسبب خضوعه لإملاءات إيران وميليشياتها في العراق